السلام عليكم مشاهدين كديري لبس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير و بصحيحة جيدة ان شاء الله اليوم البنات سنصيب معكم واحد الكريم اللي سيهنيكم من شي حاجة سميتها العرق انتم عارفين اننا في هذا الصيف كنا نعرقوه بزاف وكينة اللي العرق ديالو يضرب من مسافة بعيدة الريحة ديال العرق ديالو تكون نجهدة وكيحشم يقلس حدا الناس اليوم البنات سيهنيكم من شي حاجة سميتها العرق بصيفين نحيش نهائية و غادي ترجع فيكم واحد رحة غزالة وطيبة ان شاء الله قبلا للبنات زمنونける Tackle elessly سنتحدث لتب قابلا للتبار ما غاديش تبقى فيكم ان شاء الله بصيفة نهائية وانا كنديرو عالبنات شخصيا وانتو معارفين اني احتى كنجرب الوصفة وكتعطي نتيجة عاد كنشاركها مع اخوتي دابا غادي يتبشيو معي باش غادي نحضرو الوصفة ديانا قبل ما نحضرو الكريم غادي نحضرو ماسك هالبنات ماسك اللي غادي نديروه للتبييد تحت الايب وتقدرو تستعملو حتى الفخيضات ديالكم اذا كان عندكم الفخيضات فيهم سواد فاش كيتحكو لكم ويرجعو لكم بسواد هاد الماسك اللي بنات غادي يحيد لكم شي حاجة سميتها السواد بصيفة نهائية وانا ما تحيد لكمش حيدو الاشتراك ديالكم من القناة ديالي اه كنتمنى لاول مرة شاف القناة ديالي مايبخلش هنينة بالاشتراك واللايكات ديالكم وان شاء الله دائما غادي نكون في المستوى وغادي نحط لكم وصفات ازوينين ودابا غادي نحضروا الماسك وعاد غادي نصيبوه الكريم ديال ازالة رائحة العرقة البنات يالله معي ودابا البنات غادي نحضروا ديال ماسك اللي غادي يحيد لكم السواد اللي كيكون تحت الايبط او في الفخات ديالكم البنات هاد الماسك راه مجرب ونتحداكم انكم ما يعطيكم ش نتيجة من اول استعمال الى ماعطاكم ش نتيجة غير حيدو الاشتراك اللي ديري اللي في القناة هادي الشبه البنات انتم عارفين ان الشبه كتبيض الوحد درجة ما كيناش كنبيض بها لهي دورة ديال العيدة البنات سافي هنا عنا الشبه مطحونه غادي ناخدو ملعقة ديال الشبه البنات مطحونه كما كتشوفو ديرو انتم مجوج معلقة صغار ولا معلقة كبيرة وهنا غادي نعصروا تقريبا ملعقة صغيرة من الحامض اللي عندو حساسية من الحامض يدير غير الماورد فقط واللي ما عندوش حساسية يدير الحامض سافي هنا يعصرت معلقة صغيرة الحامض وده بغادي ندير معلقة صغيرة ديال الماورد البنات سافي وغادي نحركم زيان وغادي نبدأ نفرك بهم ايدي واحد جوجة قايقة البنات جوجة قايق وانتم ما كتفركو تحت الايباد ديالكم ولف الفخات ديالكم الي عندكم فيهم سواد سافي كتبقاو تغطسو الحامض في حال هكا هو ما غاديش يتهزليكم حاولو انكم تهزوا ديك الشباب البنات بالمعلقة و تحطوها فوق الحامض فحالي غادي ندير دابة انا غا نزيد واحد شوية تشبه حتى الجهة خفيف سافي غادي نحط هنايا الحامض ونبدأ نفرك تحت الايباد ديالي بحال هكا البنات سافي غادي نحطروا الكريم اللي غادي هنيكم من ريحة العرقة البنات بالصيفة نهائية ان شاء الله ولكن قبل ضروري تديرو هاد القوماجة البنات تحت الايباد ديالكم ضروري ضروري باش تشوفوا ان شاء الله كي شعل ساحة الايباد ديالكم غادي بياض لكم ابهد الوصفارها مجربة سافي هنا البنات غادي نحطروا الكريم اللي غادي هنيكم من ريحة العرق هنا عندي زيت الكوك انا كانت تعمل دائما في الوصفة ديالي زيت الكوك وانتوما يلي عندكم شي زيس اخر تقدروا تديروه وهنا عندي البوربو انتوما يلي عندكم شي نوع اخر تقدروا تستعملوه ماشي ضروري يكون نفس البوربو اللي ديرت انا هنا عندي الماورد وانشا هنا عندي الشبة مطحونه وهنا عندي المسك البنات حاولوا انكم تاخذوا المسك لي كي يكون زوين وفي رائحة زوينة واخد تاخذوا غير عشرة درهم انا هنا راخد اتغير عشرة درهم حكيت تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال المسك وهنا عندي بواطا خاوية سافي هنا غادي نجيب معلقة صغيرة ديالشبة غنذيرها غادي ندير معلقة ديال انشاع انشاء البنات ميزينة وهنا غادي ندير تقريبا معلقة ديال البوربو عفوا نسمحوا لي غادي ندير الميسك هو الاول معلقة صغيرة ديال الميسك وعاد غادي ندير معلقة صغيرة ديال البوربو صافي وغادي نخلطهم بالماورد وزيت الكوك صافي غادي تبقى وتخلطوها كام زيان كتعطي واحد ريحة غزالة غادي تهنه من ريحة العرق نهائيا صافي هنا غادي نضيف تقريبا جوج معلقة صغيرة ديال زيت الكوك كي يتهرق في الحرارة كي يكون دايف في الوقيت ديال شتاء كي يكون شاد راسه صافي غادي نخلط هاد شي مزيان وغادي نزيد معلقة ديال الماورد صافي على البنات غادي نحصل على واحد الكرام اللي شفتوه جاكم خفيف واحد شوية قدروا تزيدوه شوية ديال نشاء ولا شوية البوربو اللي بغيتونتوما صافي على البنات وغادي تكونوا منضفين تحت الابد ديالكم دوشين وغادي تدهنوه البنات فيه واحد ريحة ما نقول لكم شاليا هنا راجاني خفيف واحد شوية غادي نزيدو شوية ديال نشاء البوربو هاو شد راسه صافي رجع لشكل كريم البنات وصافي غادي تدهنوه في تحت الابد ديالكم غير واحد دقيقة صافي غادي تجيبوه واحد الكاعي تلقطن وتمسحو ديال بلاسة كتبقى الريحة غزالة 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 ما نقول لكم شاليا كتبقى 24 ساعة صافي كتبقى الريحة تحت الابد ديالكم كنتمنى البنات تعجبكم هاد الوصفة ديال يومارة هزوينة غير نوضج ضربوها من العقز ما تنسوش الى اول مرة كتشوفوا القناة ما تبخلوش علينا بالاشتراك باش دائما ندخلكم الجديد وراكم عزاز وغاليين وكان متعلكم وكانتمنى نكون